أبو أحمد سلام عليكم ورحمة الله فضل يا أبو أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أبو أحمد نعم تفضل يا أخي الكريم الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك أحبكم الله تعالى الذي أحببتنا فيه بارك الله فيك وجمعنا الله وإياك مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يا أخي يا أبو أحمد أنا لا أسمعك يا أبو أحمد أبو أحمد على كل حال جامع عن الله وإياك في ظل عرشه مع المتحاب بنا فيه بارك الله فيك يا أبو أحمد وأرجو منك أن تعاود الاتصال أبو عصام سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك كل عام أنت طيب وربنا أجيبكوا بالسلام كل عام أنتم بخير بارك الله فيك الحل من والدتك أتسألتني سؤال كده أهه وبعدين كنت راح أشوف الشيخ جوجل بقى أنا قلت لأ الأولى الشيخ سرامة نسمع منه عشان نأخذ الأجل الله يحفظك جلات الله خير لا الله يكرمك قالت لي ربنا أصف الله تعالى قال وعزياتي وجلالي لأن ترنى المظلومة لو بعد حين أي النصر بتعرف بنا بقى في حياة البناء آدم أم بعد مماته أم يوم الكيامة بارك الله فيك وجزاك الله خير سؤالك يا طيب نعم ما تفضل به السائل الكريم هو جزء من حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل إلى سبع سماوات ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين عندما نتأمل في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي واقع الحياة يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الله تبارك وتعالى ينصر المظلوم وينتقم للمظلوم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة بقول لكم القرآن في طوله وعضله هتلاقوا فيه الكلام ده وفي الأحاديث القدسية أيضا قول الله سبحانه وتعالى إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وفي القرآن الكريم زي ما قلنا وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والآيات في ذلك كثيرة وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم ومن عقوبة الظالم التي تنتظره في الدنيا قبل الآخرة طبعا في الآخرة العقوبة بلا خلاف إذا مات ظالما والظلم هنا بقى متعلق بحقوق العباد من سب وضرب وشتم واغتصاب للحقوق إلى آخره فما فيش خلاف إن ربنا ينتقم للمظلوم من الظالم لكن أخونا الكريم بيسأل كيف ينصر الله تبارك وتعالى المظلوم فكما جاء في الحديث الذي ذكرناه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين طبعا رب العزة سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يقسم حتى نصدقه مش كده ولا إيه فحنا الأول نصدق بما جاء في كتاب الله شفت العربي البدوي الذي يعني عندما استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فقال ومن الذي يجبر الجليل حتى يقسم يعني إحنا إحنا بسدقين سبحانه وتعالى لا يقسم الله كلامه حق ووعده صدق من أصدق من الله قيل من أصدق من الله حديثة لا أحد ولذلك ما علامة ذلك النصر كثير من الناس يظن أن النصر معناه أنك لما المظلوم يرفع أديه ويقول يا رب انتقم لي من فلان شل أركانه جمد الدم في عروقه يتم أولاده احرق بيته وبعدين يعود يستنى لا بيته اتحرق ولا الرجل قاله شلل ولا حصل له حاجة فيظن أن ربنا كده ما نصروش نقول لك لا أنت فاهم غلط النصر يعني أولا أن تشعر أيها المظلوم بمعية الله معك سيدنا موسى لما خرج مع مجموعة قليلة من قومه فرعون قال عليهم إنهم لاشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وتعالوا بقى يا الله بينا نطلع ونشوفها يعملوا إيه وطلع وراهم بمليون جندي وهو على رأسهم وسيدنا موسى معاه مجموعة بسيطة جدا ولا معهم العدة ولا العتاد ولا العدد ولا الكلام ده كله ولما وصل هو وأتباعه إلى البحر قالوا يا موسى إنا لمدركون خلاص احنا رحنا في دهية البحر قدامنا وفرعون جايدنا بمليون جندي معاه نحنا هيفرمونا ففي ناس ضعاف الإيمان أول ما تحطوا في الاختبار ده بدأ إيمانهم ويقينهم في الله يضعف وظنوا إن اللي بينصرهم موسى فقالوا يا موسى إنا لمدركون ما قالوش يا راب فارق كبير حتى سيدنا موسى الموقف من شدته يعني لعله أثر في نفسه لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم الجميع وإحنا معاهم من خلال سيدنا موسى لما قالوهم كلا وكلا في اللغة العربية بيسموها آدات ردع أدات ردع يعني إيه أسكت دا كلامكم غير مقبول ولن أسمح بمثل هذه الشعارات اللي بتفت في عضد الناس وتضعفهم كلا وألبأ الحقيقة التي لا بد أن يؤمن الجميع بها حتى يستجلبوا النص إن معي ربي سيهدين أهدى في حد ذاته نص إنك تبقى أمام بحر لا يعني ساحل له ولا شاطئ له ولا قاع له أمام عينك ومليون جندي جايين معاهم فرعون وانت بهذا الثبات وهذا اليقين ليه دمعية الله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين ففي ناس ضعفت وناس انحازت لفرعون وناس ثبتت مش كده ولا إيه وأما قلهم إيه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الآيات دهه كلا إن معي ربي سيهدين استعينوا بالله واصبروا اسمها القوانين القرآنية الربانية التي لا تتغير من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل ومن زمان إلى زمان ثابتة لا تتغير اسمها قوانين قرآنية إن معي ربي سيهدين نفس اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى الغار ما ظنوك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا استجلاب أو استشعار معية الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا قلت قبل كده وإحنا تقريبا معظمنا يعني مرينا بافتلاءات السجون اللي بيبقى في السجن أو في محنة السجن بيستشعر بمعية غريبة جدا نسأل الله تعالى أن يعافي الجميع طبعا وأن يفك أسر المسجونين أجمعين وأن يحسن خلاصهم لكن لما تقارن الهدوء النفسي اللي فيه المسجون في زنزانة ضيقة مظلمة والحالة النفسية اللي فيها السجان سواء كان الزابط ولا الأمره يقاعد في قصره تلاقي ده اللي قاعد في القصر مضطرب نفسي مش مستقر مش مرتاح ما يعرفش ينام ما يعرفش يرتاح زي صاحبنا اللي قاعد سلم الأمر لله تماما لأنه لا حول له ولا قوة خلاص انتهت فحالة السكينة دي بقى في حد ذاتها نصر تمام أدي أمر الأمر التاني أنه مش بس كده ده كمان ربك سبحانه وتعالى عشان يبقى ميزان العدل مكتمل والله تعالى من أسمائه العدل أنه لا بد أن ينتقم للمظلوم من الظالم في الدنيا وتبقى كده قوانين ربانية ثابتة هتولي بقى حد ظلم وطغى في البلاد وأكثر فيها الفساد وعاش ومات وراح وجهه ولا أظهر الله تبارك وتعالى فيه آية من آياته هاتوا العتولى الكبار اللي هم عنوين الظلم والفساد في الكون من أول الخليقة حتى الآن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد أهي إن ربك لب المرصاد الأخير دي من القوانين القرآنية الثابتة التي لا تتغير من أيام فرعون وكل فرعون جاء ولا يزال وسيأتي قوانين ثابتة لا تتغير أبدا فكده بقى المظلوم يهدى ويعرف إنه هيجي وقت ربك سبحانه وتعالى يشفي في صدور القوم المؤمنين ومن ظن أن الباطل أو أن الظالم سينتصر دائما فقد أساء الظن في الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العدل من صفاته العدل ومن أسمائه العادل والله تعالى يكره الظلم وحرمه فلما يجي حد يظلم يبقى كده بيتحدى الله في كونه وفي عباده يبقى معركته مع ربنا مش مع العباد ولذلك العباد يقعد يتفرجوا بقى الله العدل هيعمل إيه في الظالم اللي بيحارب ربنا ده وساعتها بقى هنرى العجب العجاب ونتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى في هلاك الظالمين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فعلامات النصر كثيرة جدا يشعر بها كل مظلوم ثم يأتي النصر الحقيقي اللي بيه يبقى درس وعبرة لكل ظالم يأتي من بعده فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اشف صدورنا وعجل بهلاك الظالمين وبزوال ملكهم وبزوال دولتهم وأقم العدل في أرضك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين معنات